المشاهدين الكرام هل يمكنكم أن تتحدثوا عن تقديراتكم لأداء الحكومة الصينية لمقافحة الوباء بشكل عام؟ أود التأكيد أن جهود جمهورية الصغيرة الشعبية بقيادة أولا رئيس شيه جيمبينك الأمم العام الحزب الشوعي والمكتب السياسي واللجمة كزير الحسب قاموا بجهود ضخمة كبيرة جدا لتحييد فيروس الكورونا عن الشعب الصيني ما جرى هو أمثول الحقيقة البشرية جمعاء بكيفيات وأليات المكافحة التي اشترحتها جمهورية الصين الشعبية والتي حتى الآن لم نجد لها مثيلا على صعيد البشرية جمعاء وحتى على صعيد الدول الغربية وليوات المتحدة الأمريكية ما يميز الصين الحقيقة هو القرار الجماعي الذي تقوم الصين باتخاذه والأهم أيضا هو تنفيذ الشعب الصيني لهذا القرار نحن جميعا نعلم أن أي قرار يتخذ لا يمكن تطبيقه بدون قبول الشعب له وبدون مؤازرة من الشعب في الصين الصورة مختلفة عن كل الصور الموجودة في العالم سواء العالم العربي أو العالم الغربي أو عالم إفريقيا إلى آخره الصين بتوارثها للفلسفة الصينية العريقة منذ ال5000 والفلسفة الصينيين قد استطاعت أن تصل إلى طبيعة محددة للصينيين وإلى درجة تجمعهم جميعا وتكتلهم عند اتخاذ القرار المصيري الواحد وزاد على ذلك الحزب الشوعي برئيسته لجمهورة الصين الشعبية منذ عشرة السنين قرار أيضا الحزب الشوعي الذي يعتمده الشعب الصيني كله لم يكن ممكن إطلاقا تحيد الكورونا والنصر في هذه المعركة وذهاب الأطباء للخطوط الأمامية في الصين إلى الجبال وإلى الأماكن النائية نهيكة عن المدن والقرى دون أن يتخذ الشعب الصيني قرار القيادة هذا أهم شيء في المكافحة دائما أن يكون هناك قرار واعي كما في الصين والتنفيذ من قبل مجموعة الشعب الصيني والقار الحزبي هو الأهم الحقيقة أن علد أعضاء الحزب الشوعي 100 مليون أو أكثر ودشاط أولئاء الأعضاء هو نشاط مبرمج ينتشر في كل المقاطعات ويتم تطبيقه من قبل جميع الناس بمختلف مهنهم ومختلف صنوفهم هذا مهم جدا لا يوجد في العالم كهذا لهذا الصين استطاعت أن تتجاوز المرحلة الخطرة بسرعة كبيرة جدا وتؤكد العالم أن الصين هي قادرة على المساعدة مساعدة كل الدول والشعوب بنفس الطريقة لتحييل هذا الفيروس خبرات الحكومة الصينية أنا أعتقد أنها كبيرة جدا ومهمة جدا لأنها قد أسست لجان خاصة بمكافحة الوباء هذه اللجان ترتبط مباشرة باللجان المركزية الطبية واللجان الطبية المركزية هي أيضا مرتبطة باللجنة المركزية أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية الخاصة لمكافحة الوباء يعني الصين أسست منظومة هرمية من أعلى إلى أسفل لمكافحة الوباء منظومة عامة صينية ثم أصغر وأصغر حتى انتهينا إلى منظومات إلى مؤسسات صغيرة في الأحياء في القرى في المدن على الجبال إلى آخره تضع مصبع نهل مكافحة وتأتيها الأوامر والعلاجات والأسليب المختلفة التي يجب عليها أن تتوخها لمكافحة المرض نحن بحاجة إلى هذه الخبرات الصينية الحقيقة لأنها خبرات تنظيمية أهم شيء أو من أهم الأشياء في مكافحة الوباء هو التنظيم كيفية تنظيم الناس كيفية تنظيم إعطاء الناس الأدوية إحضار الأدوية إلى أماكن الوباء إضافة إلى ذلك كيفية أيضا خدمة الناس الناس لها متظلبات يومية هناك أطفال هناك عجزة كبار السن شباب كل فئة من هؤلاء بحاجة إلى متطلبات معينة طعام شراب ماء شرب استحمام إلى ملابس إلى غرف نوم خاصة إلى أدوية تطهير مختلفة فتصور الحجم الكبير الذي هو مناط بهذه اللجان العليا والوسطى والسفلة هو حجم كبير جدا لا يمكن أن تقوم به إلا دولة لديها خبرات كبيرة ومؤسسات لها باع طويل في تاريخ هذا البلد كالصين لهذا نحن دائما نتعشم أن نستخدم هذه الخبرات الصينية في حياتنا اليومية التي تخلو كما يبدو للأسف من انضباطية ومن مرجعيات نستمسك بها من أجل إنجاح المكافحة إنجاح الحرب الدولة التي تحترم نفسها يجب أن يكون عندها انضباط يجب أن يكون عندها آليات محددة وخطط مسبقة تطبق في أوقات الأزمات دائما الحروب والحروب المخفية غير مباشرة أيضا التي تقوم بالهجوم على الناس وعلى الدول كما رأينا في الصين نحن نتطلع إلى كل هذه الخبرات بعين ملؤها الأمل من أجل اكتسابها الحقيقة وأن تتعطف الصين وتتوطف أن تمنحنا إياها وأن أمل من حكوماتنا أن تسير في هذا الاتجاه التعاون مع الصين ما هو شيء من أعمال الحكومات الصينية يترك أعمق انتباعات عليكم الحقيقة نحن شهدنا خلال الفترة الماضية ما أسميه عجائب صينية لم نشاهدها في أي دولة أخرى في العالم العجائب هي تماما مشابهة للعجائب التي اشترعتها الصين أيام التحرير من قبل استعمار الياباني ولأجل تثبيت الجمهورية الشعبية الصينية والاشتراكية الأهم في هذا المجال هو أن الأطباء وكثيرون منهم حزبيين قد ذهبوا إلى أماكن الوباء من أجل مكافحة هذا الوباء والأماكن النائية هؤلاء عرضوا أنفسهم الوباء بمحض إرادتهم وممكن أن يموتوا بأن يأخذوا هذا الوباء في داخل أسامهم ويستشهدوا لم يكونوا يفكرون بذلك أبدا كما استشهد ملايين من الشعب الصيني ضد الاحتلال الياباني قبل حتى بداية الحرب العالمية الثانية كممكن أن يستشهد على الضخم كبير من الأطباء والممرضين في هذه المعركة هي حقيقة معركة مصرية كهاتل الصين واستطاعت أن تنتصر فيها لماذا؟ بفضل شيء مهم جدا هو الانضباطية الشعب الصيني قد تعلم من حزب الشوع الانضباطية وينفذ هذه الانضباطية بغض النظر عن مصالح الأفراد الأفراد يعني هم مجيشين دائما لخدمة الشعب تنفيذ القرارة بغض النظر سيموتوا أو لا يموتوا لا يفكرون بذلك أبدا حتى المواطنين العاديين عندما كان جزء من العائلة موجود خارج المستشفى مثلا في وهان أو داخل المستشفى وهان الذي تم إقامته بصورة سريعة جدا خلال أسبوع أو عشرة أيام كانوا يتحدثون مع بعضهم بعض من مسافات قريبة جدا ولا ينمسون بعضهم البعض لماذا؟ كان هناك قرارات موجودة في هذا المجال وهم كانوا على وعي تام بكيفيات انتقال المرض إليهم لهذا الكل نفذ هذه القرارات هذه عجائب الحقيقة لا يمكن أن نجدها في العالم لماذا؟ لأن هناك في كثير من مدنة حتى مدنة عربية هناك عادات وتقاليد قديمة مروثة لا يمكن للعامة التخلص منها وهذه العادات هي التي تدقل المرض المصافحة الحارة القبلات إلى آخره الصين ليس فيها هكذا فيها وعي كامل لكيفيات المكافحة كيفيات العلاقات بين الناس لهذا الصين انتصرت انتصرت بإرادتها انتصرت بوعيها انتصرت بعلمها انتصرت بسعة أفق المواطنين الصينيين لأن الحكومة الصينية منذ عشرات الصين منذ الصين تسعى إلى رفع المستوى ليس المادي فقط للشعب الصيني بل أيضا مستوى الثقافي والمستوى الروحي أهم شيء في الاشتراكية دائما هو المستوى الروحي دائما آباء الاشتراكية آباء الشيوعية تحدثوا عن رفع المستوى الروحي للشعب هذا المستوى الروحي هو الذي الآن كان كاملا فيه كل فرد صيني سواء طبيب أو قائد حزبي أو فلاح أو عامل وقد ارتقى الآن إلى مستوى الكارثة هذه إلى مستوى التحدي وانتصر فيها وقياة الحزب هو الإنسانية الطباء الإنسانية عند القياديين في الصين يقومون بأعمالهم بكل بساطة لكن بوعي كامل وليس عندهم تكبر أو تحجر أو استعلائية على أي مواطن في الصين وحتى عندما نراهم عندنا في بلداننا يعني الإنسان البسيط العادي في الشارع لا يعرف مثلا أن هذا الصيني هو مسؤول كبير لأنه يتحلى بإنسانية كبيرة يتحلى بعقل وازن يعرف أنه يزء من المجتمع العالمي وليه التعامل مع الآخرين باحترام كامل لهذا نحن بحاجة الحقيقة إلى هذه الإنسانية حتى عند القياديين عندنا وعند المسؤولين المسؤولين الكبار والمسؤولين في الحلقة الوسطى وغيرهم أيضا أن يكون عندنا تشبع بالإنسانية والعلوم الصينية المختلفة أنا زورت الصين كثيرا وأعرف أن الأهمية أول أهمية بمكان هي تعليم الصينيين التواضع الكبار قبل الصغار المسؤولين قبل المواطن العادي لهذا الصين بين فترة وأخرى تكافح الفساد تكافح عمليات الغش تكافح عشياء كثيرة وتعلم ابنائها أن يكونوا متواضعين ما هو تقديراتكم عن أداء الأطباء الصينيين؟ الحقيقة أنا لم أقرأ في حياتي أبدا أن هناك ولو مستشفى صغير تم إقامته خلال أسبوع أو عشر أيام في أيدولا في العالم ماذا يعني ذلك أن تقيم الصين مستشفى خلال أيام بسيطة وفي محنة حقيقية تعيش الصين هذا يعني أن الصين عندها مخططات مسبقة بالأزمات في الأدراج الصينية في الخزائل الصينية يوجد خطط جاهزة للتطبيق لمواجهة أي مشكلة تعترضها الصين وهذه المشكلة الكبيرة هي حرب حرب كانت أن تقتل ملايين لكنها لم تستطيع أن تقتل ملايين كان هناك وما يزال موجود يوجد في الخزائل الصينية وخزائل الحزب في الصين مخططات متكاملة وهناك أناس يشرفون عليها ويقومون بتحديثها دوما لمجابهة أي مشكلة في الصين حتى لو كانت حرب نورية الفيروس هو حرب نورية لكن ليس في قنبلة نورية لكنهم انتصروا على ذلك لأن هناك دراسة مسبقة لكل هذه الأمور ما هو تقديراتكم عن الإنجازات التي تشهدها الصين في مخافحة الوباء؟ الإنجازات كبيرة إنجازات على صعيد الإنسان الصيني أنا أقول دائما الإنسان الصيني هو إنسان جديد يعني خلقت الصين إنسان جديد بثقافة بروثة عميقة الجذور حضارة عريقة الجذور لكن مهم أن نقول أن الصين أيضا متطور تقنيا يعني إذا كان إنسان جديد متطور ولا وجه التقنيات لن ينجح في حياته إذا كان هؤلاء هذا الإنسان والتقنيات شقان يتناغمان ويتجاذبان ويتداخلان ستنتصر الصين أهم شيء في الصين أن هذه العناصر قد اجتمعت وأدت إلى هذا النصر في الصين دواجح شالك الأوسط وأوروبا الآن انتشار الفيروس الكورونا وفي رأيكم ما هو خبرات صين يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها الملاحظ أن الصين الآن تتعاثى بسرعة من الفيروس بسبب إمكانياتها الضخمة الحقيقة المالية والتقنية والإنسان الفيروس ينتشر في العالم وسبب للعالم ودول العالم وحكوماتها أرقا كبيرا وبدأت إغلاق الحدود وعمل عزل كامل للمواطنين وحجر صحي ماذا نريد من الصين الآن ماذا يريد العالم من الصين أو بالنقل ماذا يريد العالم الواعي والحكومات الواعية الأجنبية من الصين الصين يعني عرضت قدراتها على كل العالم وواضحة في الصحافة في الإعلام في التلفزيون الذين درسوا في الصين وحضروا وقالوا لنا الكثير ماذا نريد للصين الآن حتى تكون شعوبنا في منأة عن الكوارث التي لها الصين خبرة بمكافعتها يجب أن نكتسب الخبرة الصينية متكاملة خبرة الانضباطية الصينية الواعي الصيني يجب أن نكتسب التقنيات الصينية أن نستورد هذه التقنيات ونوظفها يجب أن نستقبل أيضا الخبراء الصينيين في بلادنا يجب علينا أن نبني أيضا في بلادنا مستشفيات صينية لا تكون في الحقيقة تابعة لموظفيننا وكوادرنا وطنية ممكن يتعلموا من الصينيين ويعملوا إلى جانبهم لكن يجب أن تكون إدارة هذه المستشفيات هذه المواقع في يد الصين ويد المواطنين الصينيين أنا باعتقاد لهم الأجدر والأفضل لإدارتها لأنهم أكدوا خلال كل الكوارث التي مرت بها الصين أنهم على مستوى المسؤولية الكاملة الآن تبذل الصين جهودا كبيرة على استعناف العمل والإنتاج وهل يمكنكم تتحدث عن توقعاتكم للنمو الاقتصاد الصيني وما حميتها لاستقرار الاقتصاد العالمي؟ يعني كل يعرف أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد ليس فقط متقدم هو يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي ولا يمكن الآن الحقيقة للعالم كله أن يستغني عن الإنتاج الصيني وعن الاقتصاد الصيني علما أن الصين تستطيع أن تستغني عن كل أسواق العالم لماذا؟ لأن لدى الصين أكبر سوق في العالم تقريبا مليار و 400 مليون أو مليار ربما 500 مليون نسمة الصين لكن الصين لا تصنع نفسها فقط لأنها مصنع العالم بل تصنع الآخرين لذلك الصين أعتقد قريبا جدا وبدأت الصين الآن تعيد عمل المؤسسات المختلفة المصامع والمزارع في القرى والمدن للعمل بعد أن كانت شبه معطلة طبعا هي ألحقت خسائق كبيرة بالاقتصاد الصيني لشك في ذلك لأن مكافحة المرض الكورونا تطلب من الصين أن توظف مليارات لليوانات والدولارات في هذا المجال لكن نحن للحقيقة لا نخاف على الصين في شيء إطلاقا الصين قادرة ضمن وجود شعبها الذي يعمل ليلا ونهارا على تعويض كل هذه الخسائر بفترة زمنية قصيرة وبترتيكات جديدة أيضا لأن الناس الآن حتى في الأردن في البلدان العربي ينتظرون إعادة تدفق السلع والبضاء الصينية بعد أن شعرنا أن هناك شبه توقف في الاستيراد وبعد أن شعرنا أن بعض الدول للأسف الشديد ومنها الغربية تحاول أن تبعد الصين عن أو تحاول أن تبعد الناس عندنا عن الصين وعن الإنتاج الصيني فمن المهم على الصين الآن أن تعيد إرسال بضائعها إلينا لأن المواطن الأردني والعربي قد اعتاد على البضائع الصينية وحتى في الأردن تشهد وجود محال في كل مكان يعني في منطقة واحدة تجد محال كثيرة لبيع البضائع الصينية والناس تشتري لماذا؟ ليس فقط لأن البضائع رخيصة بل الحقيقة الآن بدأت الصين تصدر نوعية أفضل من البضائع للاستهلاك الخارجي للمجتمعات العربية والأوروبية والأوروبية من زمان الحقيقة تجيها يعني تأتي لها بضائع على مستوى عالي لكن نحن نثق ثقة كاملة أن الصين في خلال شهر الأغلب ستعود هذه الخسائر كاملة وستعيد وجودها في مختلف البلدان والأسواق العربية والعالمية أرسلت الصين فرقة ضبية إلى دول المنكوبة مثل إيران ففي آيكم ما هو دور لحذه الفرقة الطبية؟ الحقيقة الصين فعلت خيرا بأنها تحاول الآن أو بدأت بمساعدة جمهورية إيران إسلامية ضد وباء الكورونا الجميع يعلم أن إيران في مشكلة كبيرة تعاني هي أنها محاطة بعقوبات اقتصادية وغيرها أمريكية وغربية وهذا يمنع على إيران استراد ربما الأدوية ربما الأجهزة المختلفة للتصدي للمرض إيران عندها خبرات طبعا كبيرة لكن الصين عندها خبرات أكثر في التصدي لمرض الكورونا لأنها عائهت هذا المرض خلال فترة يعني غير قصيرة وصل الطباء الصينيون والخبراء إلى إيران وبدأوا بمساعدة إيران مساعدة إيران من قبل الصين تعني شيئا مهما في الشق الأوسط نجاح الصين في إيران يعني الكثير بالنسبة لنا لأنه سوف يلفت نظر شعوبنا إلى الخبراء الصينيين والخبرات الصينية والطب الصيني بالمناسبة الطب الشعب الصيني كان له باع كبير في معالجة مرض الكورونا أيضا يعني الطب حتى الصيني ممكن نحن نقوم بطلب للصين أن نطلع على هذا الطب الشعبي وأن نفعله في حياتنا اليومية الآن إيران تستخدم الأدوية الصينية والعرقية الصينية والأجهزة الصينية وإن شاء الله إيران تتعافى لأن الصين مهتمة بحصر المرض في العالم وليس محاصرته فقط في داخل الأراضي الصينية حصر المرض في العالم هو ليس انتصار فقط للصين أو داخل الصين هو انتصار للسياسة الصينية العالمية للسياسة الإنسانية الصينية تجاه كل الشعوب لأن الصين عانت في حياتها من الموت ومن القتل ومن الجوع ومن الحصار ومن أشياء كثيرة فرضتها القوة الغاشمة الأجنبية عليها الآن بدأت الصين تساعد العالم في الطب أيضا ليس كالسابق في الاقتصاد في الزراعة في حقول كثيرة هذا شيء مهم جدا لأنه كانت أمريكا تفرض بايكوت حظر على تصدير العلوم الطبية الصينية والأدوية الصينية العالم وتحتكر أمريكا وبعض الدول الأخرى تصدير الأدوية إلينا الآن الصين أثبتت أن ديها الدواء الشافي والدية حتى الدواء الشعبي الشافي ليس فقط الدواء الكيماوي الشافي لهذا نحن مهتمون جدا بوجود الصينيين في إيران نكتسب هذه الخبرة المطبقة خارج الصين قال بعض وسائل علامة الغربية أن الصين يجب عليها اليتذار على انتشار الفيروس كورونا وما رأيك عن هذه الكلمة؟ أنا أضحك عندما أسمع هكذا هكذا يعني الدعاءات عربية ومطالب عربية بأن على الصين أن تعتبر لماذا يجب أن تعتبر الصين هذا الفيروس لم يكن أحد يعلم بأنه سوف يضرب الصين ولو كانت الصين تعرف ذلك لكافحته قبل أن يظهر لكن هذا أنا قرأت في بعض الصحف الغربية عن هذه المطالبات هي مطالبات أنا آسف أن أقول أنها مطالبات غربية جدا وإنما تعكس هذه ما يمكن أن نسميه الاستعلائية الاستعمارية الغربية على الصين أو علينا ما زال هناك في الغرب يعني قيادات ومعاهد ومؤسسات تعتبر أن الصين دولة صغيرة ليست كبيرة رغم من سكانها الكثير وملحقة بالدول الغربية حتى الآن الدول الغربية أو أمريكا لا تستطيع أن تستوعب أن الصين دولة كبيرة مستقلة متحررة وعندها إمكانيات ضخمة يعني لو هذا المرض ضرب أمريكا لن تستطيع أمريكا أن تفلت بدون خساء كبيرة جدا كما يقول لنا التاريخ بالأمراض الأخرى التي ضربت أيضا الأراضي الأمريكية ما يقولونه في الغرب يعني أنا أدعو فقط الغربيين إلى التبصر والتمعن في كلامهم أولا ودراسة كل كلامة يقولونها قبل أن يصرحوا بها وأن لا يكونوا استعلائيين على العالم لأن الصين تحوز على إعجاب العالم وعلى تأييد العالم ولن يستطيعوا أبدا بهذا الكلام الهراء أن يبعدونه عن الصين الصين لا تحتاج لأن تقول آسف لأحد أبدا لأنها تناضل الآن لإنقاذ شعبها وقريبا باعتقادي سوف يظهر تظهر الحقيقة للبشرية جمعاء حول هذا الفيروس ومن الذي أقام هذا الفيروس الشعب الصيني وقع ضحية هذا الفيروس كما هم الذين توفيوا في العالم وقعوا ضحية هذا الفيروس ولم يكونوا مسببين له تماما كالحروب لأن الفيروس هو حرب على الشعوب العالم الأخرى فآمل من الجميع أن يتعقلوا أن يعني يزنوا كلامهم قبل أن يتحدثوا بهذه الأقوال وفي رأيكم ما هو دور الصين لمقافاة الوباء على السعيد العالم الوباء بدأ يتفشى في إفريقيا حتى برغم من أنه يقال أن الوباء لا يتفشى في الأماكن الحارة كأفريقيا لكن أنا أعتقد أن الآن نحن نعود إلى أيام الستينات والخمسينات عندما كانت الصين برغم من الجوء الذي كان فيها والمشاكل الكثيرة وضرورة معالجة مشاكلها بعد الاستعمار الياباني وغيره نعود الآن إلى هذا الزمن القديم عندما كانت الصين ترس الأطباء إلى أفريقيا وإلى آسيا وكانت بعض الحكومات في العالم تقتل أطباء الصينيين تقتلهم في أفريقيا وفي آسيا لو إلا نقول من يقتل كان الأطباء الصينيين والصينيين الذين يمدوا يد المساعدة للشعوب الأخرى هذا موجود في الكتب وفي التاريخ الآن نحن في حرب دولية ضد مرض غير مرئي ضد عدوه لا يمكن أن نراه لذلك نحن نطلب من الصين أن تحضر إلى بلادنا وأن تنسق مع حكوماتنا من أجل استقدام للطباء الصينيين وتوسيع معرفة الطب الشعب الصيني من أجل الاستفادة منهم أنا أعتقد بأن أيضا على الصين تزيد من إمكانيات عرضها للمساعدة على الدول والشعوب العالم لأن هذا في صالحنا نحن جميعا دول العالم النامي أن نتكاتف الآن بالذات وأن نقوم بيد واحدة لمكافحة هذا العدو الخطير الذي يتربص ليس بنا فقط بل بأوروبا الغربية وبأمريكا وبأمريكا الجنوبية وبالأغنية قبل تقرأ أيضا هل أنكم أي اكتراهات لتعاون دولي لوقاية أمراض وإلاجها؟ أنا أعتقد الوباء يدفع بنا إلى التفكير في كيفية وجود علاقات أقوى على الصعيد العالمي من أجل وضع حد لأي فيروس في المستقبل طبعا هناك منظمة الصحة العالمية موجودة لكن أعتقد أنه بين الصين وبلدان العالم يجب إيجاد لجان خاصة تتابع مسألة الأمراض وتتابع مسألة الوقاية من الأمراض المختلفة لهذا أنا أدعو الحقيقة إلى وجود لجان خاصة أردنية صينية وعربية عامة صينية لمتابعة أي مرض قد ينتج قد يظهر في الساحة الدولية أو في الصين أو في الدول العربية من أجل تكتير الجهود لمحاربته لماذا؟ لأنه عندما تكون هناك لجنة ثنائية أو جماعية ممكن بسهولة أن تدرس الأمراض المختلفة وأن تصل بجهود جماعية إلى استنتاجات للقضاء عليه بسرعة أكثر وأن يكون القضاء هذا سريعا ليس في بلد واحد بل في مختلف البلدان في ضمن زمن محدد هذا مهم جدا وهو مهم جدا أيضا تبادل الخبرات العملية الطبية الآن بين الدول وإنشاء مجالس خاصة للتعاون في هذا المجال هذا مهم جدا لا يجب أن يبقى العالم بدون تعاون ليس تعاون بالكلام فقط أو تعاون من خلال مقالات أو إلى ذلك يجب أن يكون تعاون فعلي عضوي والتعاون العضوي هو باللقاء الآخر بنتحدث إلى بعض البعض في هيئات في تنظيمات معينة محددة لها أهداف محددة تكتسب الخبرة وتضع الخطط هذا أهم شيء الآن شكرا أستاذ شكرا على ملاحظتكم القائمة ووقتكم الكريم المشاهدين الكرام إلى هنا ينتهي البرنامج وشكرا على الحصن متابعتكم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة